أصدر رئيس الوزراء اليوم تعديلاً على أمر الدفاع رقم 7 الخاص باعتماد ناجح راسب لطلب الطب الأسنان والطب البشري في عامهم الرابع والخامس والسادس كما أكدت الحكومة أنها تدرس عالية لاستئناف الأعمال وتعويض القطاعات المتضررة من أزمة فيروس كورونا وتناقش أيضاً توصيات تهدف إلى تخفيف الأضرار والعودة التدريجية لعدد من القطاعات وخلال إجاز صحفي أعلن وزير الدولة لشؤون الإعلام تنفيذ حظر تجول شامل يوم الجمعة المقبل على أن تباشر الدوائر الرسمية عملها بشكل كامل اعتباراً من 31 من الشهر الجاري ترأس سمو الأمير الحسين بن عبد الله الثاني ولي العهد حفظه الله ورعاه اليوم جلسة لمجلس السياسات الوطني ناقشت مستجدات أزمة وباء كورونا والإجراءات المتخدة للتعامل معها أكد سمو ولي العهد أهمية التنسيق الدائم بين مختلف الجهات والأطراف المعنية حول القرارات والإجراءات المتخدة والحرص على عدم الإعلان عن أي قرارات إلا بعد إقرارها بشكل رسمي تفادياً لأي إرباك عقد مجلس الوزراء صباح اليوم جلسة برئاسة رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز ناقش خلالها آلية استئناف الأعمال التي تعطلت بسبب وباء كورونا وسبل دعم القطاعات التي تضررت خلال الشهور الماضية وخلال الجلسة قدمت معالي وزيرة السياحة والأثار حزمة من التوصيات والمقترحات بهدف التخفيف من الأضرار التي لحقت بالقطاع السياحي تتضمن آلية لدعم التسهيلات وتأمين السيولة لهذا القطاع ومعالجة الضرر الواقع على العاملين فيه وردتنا استفسارات عديدة حول مواعيد فتح بعض الكطاعات والمنشآت والمرافق العامة والمساجد والكنائس ودور الحضانة وغيرها وأشير هنا إلى أن معالي وزير الصحة قدم اليوم لمجلس الوزراء توصيات باسم اللجنة الوطنية للأوبئة بهذا الشأن تتضمن البدء بفتح هذه الكطاعات تدريجياً وبمواعيد مختلفة ووفق إجراءات وقائية تضمن السلامة العامة وهذه التوصيات قيد الدراسة والنقاش وسنعلن عنها بصيغة قرارات في الوقت القريب إن شاء الله في إطار مراجعة الحكومة للإجراءات والتدابير المتخذة لتنظيم شؤون الدراسة الجامعية خلال أزمة وباء كورونا أصدر رئيس الوزراء الدكتور عمر الرزاز تعديلاً على أمر الدفاع رقم سبعة لسنة 2020 بحيث تعتمد نتيجة ناجح راسب للمواد الدراسية التي تجرى امتحاناتها أثناء العمل بقانون الدفاع لتخصص الطب البشري للسنوات الدراسية الرابعة والخامسة والسادسة وتخصص طب الأسنان للسنتين الرابعة والخامسة دون موافقة الطالب على أن لا تدخل نتائج تلك الامتحانات في حساب المعدل التراكمي للطالب وقد تم نشر هذا التعديل اليوم في الجريدة الرسمية كما أصدر رئيس الوزراء بلاغاً يؤكد مباشرة المؤسسات والدوائر الرسمية والمحاكمي أعمالها اعتباراً من تاريخ 31-05-2020 ويستكمل سريان جميع المدد والمواعيد الموقوفة بموجب أمر الدفاع رقم خمسة لسنة 2020 مع التأكيد على أن دوام موظفي القطاع العام يستمر كما هو مخططاً له وفق الدليل الإرشادي للعودة إلى العمل في المؤسسات الحكومية والتعميم الصادر عن ديوان الخدمة المدنية نؤكد أيضاً على قرار حظر التجول الشامل ليوم الجمعة المقبل الموافق 29-05-2020 كالمعتاد وبنفس الآلية التي تم تطبيقها سابقاً ترجمة نانسي قنقر